اشتركوا في القناة مدى السنوات الثلاثين الماضية محملا مسؤولية ذلك لما سمه المذاهب الصارمة التي حاكمت المجتمع والاشارة هنا واضحة للفكر الوهابي لان السعودية لم تعمل منذ تأسيسها بغير المنهج الوهابي ولي العهد الشاب جزم ان الشباب الذين تقلوا اعمارهم عن ثلاثين عاما ويمثلون نسبة سبعين في المائة من مواطن المملكة غير مستعدين لهضر ثلاثة عقود اخرى من حياتهم في محاربة الافكار المتطرفة وفي غياب اية ردة فعل من لدن المؤسسة الدينية في المملكة والمتحالفة مع العائلة الملكية منذ تأسيسها يواصل محمد بن سلمان تحديه لها بمواجهة ما يسميها الافكار المتطرفة مؤكدا ان المملكة بدأت تعود لما وصفه بالاسلام المنفتح على العالم والتلميح هنا واضح على ان السعودية كانت منغلقة على العالم والتهمة موجهة لمن كانوا يمسكون بزمام امور الدين ولنجاح مبادراته الثورية يبدو ان بن سلمان يراهن على الدعم الدولي وليس الداخلي ولم يخفي ذلك عندما طلب صراحة دعما دولي لتحويل البلاد لمجتمع منفتح وجاذب للاستثمار كما قال بهذه المبادرة السياسية والمبادئ التي اطلقها وحتى المشاريع السياحية والتنموية التي وعد بها يضع بن سلمان نفسه في مواجهة مباشرة مع ارث الفكر الوهابي وهو الطيار الذي لم يدل بدلوه بعد في هذه المسألة لذا لم يعرف لحد الان ما اذا كانت تصريحات الامير تعبر عن وجهة نظر السلطات السعودية ام وجهة نظر طيار يقوده داخل هذه السلطة فاذا كانت مبادرة ولي الاهل تأكس موقف العائلة المالكة فهذا يعني حسب المحللين القاطعة مع ال الشيخ وفسخ العقد التاريخ الذي يربطهما وبالتالي نشوب سراعين بين المؤسستين السياسية والدينية على اعتبار ان كل مؤسسة تعتقد ان فضلها اكبر على الاخرى وفي كلت الحالتين يؤكد الملاحظون السياسيون ان المملكة مقبلة على فترة متاعب عصيبة ونزاع خطر يصعب التكهن بنهايته ومآلاته وطبيعة التحالفات التي سيفرضها وقد بدأت بوادر ذلك بموجة من الاعتقالات في حق دعات وعلماء عرفوا باعتدالهم ووسطيتهم وحملة واسعة لتكميم الافواه وقمع الحريات وانتهاك الحقوق